السلام عليكم عزال المتابعين اليوم رجالكم الجوكر في فيديو جديد الفيديو تبعنا لليوم عن جدوى الأنيمي وان بيس في آخر شهر 12 وبداية شهر 1 بالنسبة للأنيمي والمانجا مع بعض ومنبلش معاكم أول إشي عندنا الحلقة 1088 رح تعرض في 17 ديسمبر يعني ما في تأجيل الفصل 1102 المؤلف أجله يعني لازم نعرض قبل كم من يوم اتأجل للأسبوع الجاي الفصل 1002 رح ينعرض بعشرين الشهر الحلقة 1089 تأجلت ورح ينعرض بدالها حلقة مرعج جعية في الأحداث بـ 24 ديسمبر الفصل 1003 تأجل من المجلة يعني رح يتسرب بوقته الرسمي بس مش رح يعني كيف أقولكم يعني رح ينزل بس مش رح تنزل المانجا تبعته بس الفصل عنت رح ينزل بس المانجا تبعته ما رح تنزل رح تتأجل للفصل اللي بعده يعني زي كل ناقب تعتبر انه الفصل اللي بعده اللي تأجل مش هذا الفصل والحلقة 1089 رح تتأجل لأنها رح تعرض بـ 31 الشهر فأجلوها الحلقة 1089 ما رح تتأجل رح تعرض في 7 يناير 2024 الفصل 1104 رح ينعرض بـ 11 شناير يعني ما في تأجيل الحلقة 1090 ما إلها تأجيل رح تنعرض في 14 شناير الفصل 1105 رح ينعرض بوقته الرسمي اللي هو 18 شناير الحلقة 1091 رح تنعرض بوقتها الرسمي 21 يناير أما بالنسبة للفصل 1006 رح يتأجل من المؤلف مش رح ينزل بـ 25 يناير رح ينزل بـ 1-2 الفصل 1106 رح ينعرض بـ 1-2 زي ما حكيت لكم هاي هي جدوى الأنيمي وان بيس من نهاية شهر 12 لبداية شهر واحد كامل إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو شمطونا اللايك و الاشتراك